اشتركوا في القناة في مدة لا تتجاوز الشهر يعني تمام البيت كله يكون بسم الله ما شاء الله يعني بتلم انت العدة بتاعتك وتتوكل على الله وتسيب الجمل بما حمل تمام الزبابر بدأت بتعمل يا جماعة بتاخد نفسها كده بتسلاموا عليكم على نبات كده مصاب بالفيروس عليكم السلام بتقول له طب ممكن تسمح لها بشوية فيروس بلها تفضلي بتدخل على الورق بتاع النبات وبتحط الممص بتاعها وبتنقل الفيروس ده هو في الفترة بسموها فترة اكتساب الفترة ده بتكون نص ساعة كاملة بتكون هي بتاخد الفيروس ده هو دي بسموها فترة اكتساب اكتسبت هي الفيروس في جسمها تمام بعد كده عشان تروح لنبات تاني وتبدأ تشتغل معاه وتحط الفيروس بيلتزامها ان الفيروس ده هو تتحضم في جسمها بسموها فترة التحضين يا جماعة فترة اربعة وعشرين ساعة بيتحضن الفيروس في جسمها فترة اربعة وعشرين ساعة اللي بسموها فترة التحضين بتكون قدرة ان هي تروح لنبات سليم وبتضخ فيه الفيروس بنفس الطريقة اللي سحبته سحبت به الفيروس او لوست نفسها بالفيروس من النبات المصاب تمام بتزيد بقى مقدرة الحشرة على على الاصابة بايه كل ما فضلت على النبات المصاب فترة كبيرة كل ما كانت سرعتها على نقل الفيروس اكتر بمعنى لو الحشرة ده هي اتغزت على النبات المصاب حتى ساعتين بتكون قدرة بعد واحد وعشرين ساعة من التغزية الحشرة ده بتصبح قدرة على نقل الفيروس من النبات السليم بمجرد انتقالها للتغزية عليها على طول مجرد ما بتدخل هي دخلت نصف ساعة اكتسبت المرض طب لو قعدت ساعتين بعد واحد وعشرين ساعة بتكون قدرة ان هي تنقل لنبات سليم تاني تمام وبتحط مجرد ما بتنزل عليه خلاص اتصال مجرد ما بتنزل عليه وبتحط الممص بتاعها اتصال تمام وعندما تتغذل حشرة على النبات المصاب لمدة 24 ساعة فبتكون قدرة على نقل الفيروس للنباتات السليمة لمدة 10 ل 12 يوم بمعنى ان هي لو فضلت على نبات المصاب 24 ساعة بيفضل الفيروس يا جماعة في جسمها من 10 ل 12 يوم من 10 ل 12 يوم ال 10 ل 12 يوم ده بتكون قدرة انها كل ما تحط على اي نبات بتصيبه فانتخيل كمية الهلع اللي احنا فيه من القصة دي في خلال بقى الفترة دي بتفقد تدريجيا بقى القدرة بتاعتها على الاصابة بمعنى يعني انت عندك من 10 ل 12 يوم الفيروس في جسمها لما بتحط على نبات في اليوم الاول في ال 12 يوم دول مش زي اليوم التاني مش زي اليوم التالت مش زي اليوم الرابع مش زي اليوم العاشر كل شوية كل ما بتقل الاصابة بتاعتها ومقدرتها الاصابة النباتات السليمة بس من فضل ربنا وكرموا علينا يا جماعة ان الزبابة البيضة الزبابة البيضة لا يمكن يتنقل الفيروس للناس اللي بتاعها يعني اللي يمكن يتنقل للناس اللي بتاعها بمعنى اللي انتخلش الناس الحشرة الكاملة اتنقلش للناس او اللي هما الخلفة بتاعتها يعني ما بتنقلهاش وإلا كانت يعني بقت مشكلة جمدة جدا وكمان من رحمة ربنا علينا ان الفيروس ده هو داخل جسم الحشرة ما بيتكسرش هو اللي حطيه هو موجود ما بيتكسرش العدد اللي هي اخديته من الفيروسات ما بيتكسرش جوه جسم الحشرة تمام دي نقطة مهمة جدا دي منفض ربنا علينا يا جماعة اشد بقى فترة بتكون الحشرة مهيئة جدا اللي هي تصيب اي نبات بعد اكتسابها بعد اكتسابها للفيروس من نبات مصاب بعدها بيومين بتكون قدرة ان هي تصيب اصابة كاملة طيب يشترد من 3 حشرات ل 15 حشرة يكونوا كاملين حاملين للفيروس لكل نبات عشان يصيبوه تمام طيب لو العدد اكتر من كده بيعني اصابة مؤكدة يا جماعة طيب هقولك معلومة تانية من اسوأ المعلومات يعني بس ما تتقلبش على المدام عندك في البيت الاناس بتاع الحشرة الحشرة زبابة البيضة في نقل الفيروس بيكون 6 اضعاف كفاءة الزكور شفت بقى اللي احنا بنتكلم فيه ابعد المدام عنك عشان ما تعملش معايا مشاكل الاناس بتاعة الحشرة بتكون عندها عندها كفاءة في نقل الفيروس 6 اضعاف الزكور ودي طبعا دي حاجة يعني مشكلة خالص وكمان ان فترة حياة الاناس بتكون اطول كمان من حياة الزكور تمام؟ يعني عمرهم طويل ما شاء الله طيب بتكون درجة الحرارة بقى جماعة المسلى للقصة دي ايه؟ درجة الحرارة طبعا اكيد لها تأثير كبير على مقدرة الحشرة على نقل الفيروسات من النباتات السليم طيب في درجة حرارة 21 بيكون كفاءة نقل الفيروس 10% عند درجة 21 يعني قليلة طيب عند درجة 33 درجة مئوي بتكون 100% تمام؟ عند 39 درجة بتكون 30% تمام؟ عند فوق ال44 لا يمكن تلاقي الزبابة البيضة بتبقى طبعا مش موجودة ودي أنا ملاحظها في الكويت ملاحظها في دولة الكويت بمعنى ان هي خارج البيوت المحمية لا يمكن تشوفها لدرجة الحرارة عالية عندهم داخل البيوت المحمية عشان فيه مكيف ما شاء الله عايشة ومتمكنة جدا يبع عندك الحشرة عند درجة 21 بتكون نسبة إصابتها 10% عند درجة 100 عند درجة حرارة 33 بتكون نسبة الإصابة 100% لو الحشرات لو الظروف كلها مهيئة يعني تمام؟ بتقل تاني الكيرفة هو بتقل تاني عند كام؟ عند درجة 39 بتكون الإصابة 30% بس في حرارة 44 أو فوق بتكون أقل شوية تمام؟ طبعا زي ما قلنا العوايل بتاعتها بتكون الخيار والبتنجان وطبعا الفلفل والخيار كل دي طبعا مشاكلها كبيرة جدا والله يا جماعة شوفوا يعني أنا يعني عند الجماعة بتوع الكتب بيكتبوا وحطوا وشبك وحطوا كل الكلام ده يعني إحنا يعني الزبابة البيضة ما لها غير المكافحة الكيميائية إن بصراحة جربنا كتير وتعبنا جمعها كتير للأسف يعني يعني ما بتجيبش نتيجة قوي ولكن الزبابة البيضة من الأول إحرص على الآتي أول حاجة إنك ترشها بانتظام ما تحاولش تخليها تدخل عندك أساسا أو يعني بتكون بتعداد يعني الرجل بيقولك من 3 إلى 15 حشرة حاملين للمرض المفروض بيحطه على النبات عشان يصبوه طب ده إحنا لو ضربنا النبات بتاعنا كده ساعة المغربية كده تمام بتلاقي ما شاء الله كميات يعني حاجة يعني لا تتخيل عقل بشري يعني كميات كبيرة جدا يعني ما بتكون فيه وباء في القصة دي جماعة أنا يعني يمكن من أول يوم تبدأ ترش الرش الحشري بتاعك كويس وخصوصا فيه الخمسين يوم أو الخمسة واربعين يوم بتوعك بعد كده الدنيا بتقلم معاك وخصوصا في الطماطم اللي بتتزرع في الأوبينفيلد تمام كان عندي بيت خيار يعني من الحاجات اللي كانت فيه إصابة شديدة جدا يعني وطبعا كنت بأهمل فيه السببين السبب الأولاني إن أنا مش عايز أدخل بمبيت قوي عشان قصة التراكمات أو الفترة اللي هي فترة السماح مش عايز أدخل فيها بصراحة شرح حرمانية ورقم اتنين إن الخيار أصلا كان غير رخيص جدا فحتى مش جايب حاجة يعني ولكن بعد طبعا ما شلت الخيار وزراعة طماطم لقيت الكميات بتبدأ تزيده كترشة واحدة لاحظت فيها حاجة كويسة جدا اللي هي كانت الكمفدور اللي هو الأميدا كلورا برايد مع الفرتمك دولي اتنين يعني عملوا معايا واجب ما حصلش تمام فابتدت أحط القصة دي يعني الافسكت بيجيب نتيجة كويسة جدا فيها الافسكت مع الفرتمك يجيب نتيجة الديسيز مع الفرتمك يجيب نتيجة الكمفدور مع الفرتمك يجيب نتيجة لو جبت أي مانع سلاخ شوف أنا ما بحدد لك شهوة أي مانع سلاخ ورشيته هيعمل للحشرة طبعا مشاكل وهيوقفها لك المهم إنك انت يا مؤمن مش أقل من 3 ما تزيدش عن 3 يومه اليومه الرابع لازم تكون راشش ورشة كويسة جدا ياريت ما ترشش الصبح ياريت ترش آخر اليوم عشان بتبقى داخل على الليل وهي بتستمتع بقصة آخر الليل لإن الليل طبعا وآخره والسكون والهيام والكلام ده كلته طبعا بيأثر بيأثر على الحشرة نفسها فبتعيش مع نفسها طول الليل في ياريت إنت تحرمها من ده كلته وفي المغربية كده تنكد على عشيتها وتبدأ تديها الجرعة دهية بالإضافة إن الحشرة برضو يا جماعة زيها زي أي حاجة النبات القوي برضو ما بتقدرش عليه قوي يعني تمام يعني لازم يكون عندك نمو خضر كويس لإن دهوت برضو بيشجع إن حتى لو حصلت إصابة متأخرة ممكن تاخد نص محصول مش يعني دي حاجة الحاجة المهمة كمان يا جماعة اللي عايزة أقولها لك أقولك عليها إن الناس اللي هي عمالة بتتكلم في قصة الإيه بتتكلم في قصة إن فيه مركبات المركبات دهية بعد الإصابة بترجع النبات لحلته الطبيعية طبعا الكلام ده هو كلام طبعا كذب وما لوش أساس من الصحة قد تكون المركبات دهية يا جماعة حطين فيها شوية جيبريلك أسد مع شوية أحمد أمينية مع شوية سيدو كاينين والتركيبة معينة بتعيش النبات 3-4-5 أيام بعد أنت ما يعني طبيعا أي واحد حتى لو تعبان وخد مسكن بتحس إن هو يعني لو رجلك تعبك ولا حاجة وخدت مسكن المسكن ده يعني إيه يعني ما أنا بخلاش عندك إحساس بالتعب ده هو بتقوم تمشي على رجلك تمام تمام بعد كده بتيجي بعد المسكن ما بروح المفعول بتاعه بتبدأ العلة تيجي لك تاني أو الألم بيجي لك تاني تمام كذلك القصة بتاعت الزبابة البيضة دي هم بيرشوا الرش ده هو تمام الرش ده هو تجمعه في الأول وفي الآخر مالوش أي تأثير خالص غير إن هو بيدي تنشيط للنبات لفترة معينة ولكن قريدي المرض موجود المرض موجود ولا يمكن هيصحى منه الفيروس يا جماعة أنتوا عارفين إن هو في الإنسان وفي النبات وفي الحيوان ربنا عافينا جميعا طبعا مالهوش علاج فعشان بس محدش يتحك عليك وفي الآخر الدنيا مش هتبقى كويس ده اللي كنت عايزة أقوله في قصة الزبابة البيضة وربنا يهديها علينا لإن إحنا في الأول وفي الآخر يعني ملنش بصراحة غير الحاجات اللي قلت عليها دهية اللي إحنا ممكن نقدر نعملها غير كده لك بريد زراعي إنك تحطه عليها يعمل أي حاجة ولا الافتكاسات اللي الناس عمالها بتحكي فيها دهية هي علاجها جميائي وتحافظ على نفسك من أول يوم من أول يوم تحافظ على نفسك شكرا لحضرتكم بشكركم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته